وصلت جونال الأمريكي عن التحول السياسي الحادث في الجزائر خلق حالة من عدم اليقين حول عدد من صفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر والتي تعتبر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي في إفريقيا حيث أشارت أنه في الأسبوع القارلة الأخيرة تراجعت شركة إكسون موبيل عن توقيع اتفاق مبدئي مع شركة سونوتراك وضفت الصحيفة الأمريكية أن عدد من شركات مثل بي أل أس و بي بي وشركة إكوينور آي أس آي نرويجية قد أبدت قلقها بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها الاضطرابات السياسية في الجزائر على إنتاج النفط والغاز